أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي على تقدير مصر البالغ للتاريخ العريق لشعب الصربيا لفتاً إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات فيما بينهما كما أشار الرئيس سيسي إلى أن المباحثات مع نظيره الصربي شهدت لاتفاق على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات وأهمية لنعقاد الدوري لآلية التعاون الثنائي بين البلدين بداية أود أن أعرف عن السعادات البالغة باستقبال فخامتكم والوفد مرافق لكم في مصر في زيارة هي الأولى من نوعيها منذ 15 عاما بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز صداقة تاريخية بين بلدين الممتدة منذ بد علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908 والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلد دوريهما البارز في تأسيس حركة عدم الحياس وأكد لكم فخامة الرئيس أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب السربيا ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر